اذا افطر العذرين في نهاية رمضان ثم زال العذر هل يمسك بعد زواد العذر ولا هو خلاص وكده كده افطر بقى فيديها بقى وخلاص شوف انت محمد حسب عليهم فطار من غير ما يأكل يعني مثلا هو مريض اوه معليه فاجأة مثلا مدهن له حاجة وبعلي كده تمسك وبقى كويس هو عنده عذر يباح له الافطار وافطر بالعذر خدتها لحظك ازاي جيه على العصر كده وبقى تمام وربنا شفاه معتش في اي حال مش مقول انه هيصوم بس الفكرة هي هي هو هيمسك يا جماعة ولا هيواصل It was Ted? بالضبط القول المشهور انه عليه ان يمسك وعليه القضاء عليه ان يمسك وهذا لا لا نمل إليه وانا ينقول بصوحته ليه يا عم الدكتور محمد احنا بنقول لا يلزمه الامسال لان هو خلاص افطر وخلي بالك من حيثة دي لايه لانه استباح اليوم بدليل من الشارع اللي هو العذر يا عم الدكتور محمد ومشكله بس يا دكتور محمد وحرمة اليوم دي غير ثابتة في حق هذا الرجل عشان أنا أحمله كده حرمة كده إنه نفعل كده لا هو خلاص هو استباحه بأبعذر شارعي وخلي بالك من حاجة إن قلنا وألزمناه بالإمساكة عم الدكتور محمد بدون فايدة له شرعا يبقى أمر غير صحيح أمر غير صحيح وعلى فكر اللي عايزة يرجع لها بقى باستفاضة عم الدكتور محمد عشان برضه ما يقولش لا برضه واصلاني بمل إلى القر كده بقوله إرجع لفتوى ابن عثيمين التفصلية في تلك المسألة حريك الله دكتور تسلم سؤال مهم جدا أيوة ونختم به هذه الحلقة وهي الجزء الأول من فقه الصيام يا سيادنا وردينا جزء ثاني يتمم إن شاء الله هذه الأسئلة المهمة جدا جدا هل هل يجوز الإفطار لأداء الامتحانات ممتاز شوف يا عم الدكتور محمد لا يجوز الإفطار شوف أنا بقولها بملئ فيه طبعا هتقولي فيه ضر إفتة في بعض الدول وفيه الناس مسؤولين في فتوى في بعض الدول أفتوا بجوى ذلك بقولك ده كلام غير صحيح الفتوى غير صحيحة لا يجوز الإفطار لأجل الامتحانات ولا لأجل الدخول في مد شكورة قدم مثلا اللاعبين أنا قد هذا سأسألك عبد المنفلد طيب خلينا الأول في الأولانين لا يجوز في دخول الامتحانات يا دكتور محمد ليه يا دكتور محمد لأن هذه ليست من الأعذار الشرعية التي اعتبرها الشارع لا بها عذر في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عليها حتى ما اعترم من أئمة الأمة أي شيء على الإطلاق اللي أم الأول أو ما عليها إجمع بل ما قال بها عالم معتمد على الإطلاق ثانيا الامتحان معروف يا دكتور محمد أنه أنا دخلت الامتحان سواء ما اعتمدت على حفظ الصدر أم حفظ الصدر هذا ليس فيه أي جهد ولا مشقة على الإطلاق والأصل أني بنخصب تقمع معي لأجل الجهد والمشقة طب أنا ما عنديش هذا على الإطلاق ولذلك أئمتنا الأكابر اتفاقا شو هل بقول اتفاقا قالوا لا يجوز من المتأخرين ليه لأنه كما تعلم قضية دخول الامتحانات دي إحنا بنعتبرها نوازل مش عندي الأول على الإطلاق ولذلك اتفاقا قالوا لا يجوز طيب من فعل ذلك يا دكتور محمد عليه اللي وقع فيها وخذ بفتوى النزدي بنقول فعلها متأولة فعلها متأولة يعني يسقط عنه الإثم ولكن عليه القضاء والتوبة نعم دكتور نعم حياكم الله